تركيا الآن هي بدأت مرحلة الدخول إلى إنتاج النفط والغاز الطبيعي وبالتالي بدأت وكسرت حاجز الذي كان على رقبتها وهو دائما أن هناك عجز التجاري في ميزانها التجاري بسبب استيرادها للطاقة 90% من الواردات التركية هي فقط لإستيراد الطاقة بالعملة الأجنبية وكان دائما يتم الضغوطات على تركيا سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا من وراء الدول التي هي تقوم بضخ ما يلزم تركيا من الطاقة سواء كان من روسيا من إيران من دول أخرى وبالتالي تركيا الآن ستتحرر حتى من التبعية الاقتصادية لكثير من الدول من خلال ما وهبه الله لها من ثروات طبيعية الغاز الطبيعي البترول وأيضا هناك المعادن نجد بأن الرئيس أردوان افتتح قبل أسبوع أو أسبوعين مصنع كربيد البور والبور مادة تعتبر خطيرة جدا تستخدم في صناعة العربات المصفحة والدبابات المصفحة وأيضا في رؤوس الصواريخ ترجمة نانسي قنقر